السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن مشاكل اللياسة او انت بتسلم اللياسة او لسه بادئ في تفاصيل اللياسة او خطوات اللياسة الصح ايه والغلط ايه. طبعا الفيديو اللي انا هعرضه ده تسعين في مشاكل. يعني سعين في المية منه وحاجات غلط. انت شغال بتطرتش. واتكلمنا قبل كده. لا قفلت على مواسير. ولا حطيت اسلاك بعد ما قفلت على المواسير. المفروض بتقفل مواسيرك. واي فراغ موجود في البلوك لازم يتقفل. وبعد ما يتقفل بتبدأ تحط الشبك اللياسة عليه. حتى المواسير دي كلها المفروض بعد ما بتلبشها او بعد ما بتصبها بتبدأ تحط عليها كلها شبك. الهدف من الشبك الخلطة دي بقت مادة مختلفة عن البلوك وبالتالي محتمل في الصيف وفي الشتاء مع التمدد للانكماش اللي هي اه يحصل لها كراك او اه تشرخ معاك. فعشان كده لازم كل فراغات موجودة قبل ما تشتغل في اللياسة لازم تتقفل. الحاجة الوحيدة اللي عملوها صحة في الموضوع ده هم حطوا بؤج عشان يبدأوا ياسسوا العلب بتاعة الكهرباء. يعني ده ده بالشكل طبعا بلوك يتعمل عليه اللياسة ودي بالشكل طرطاشة طبعا هنا الطرطاشة لازم بتكون عاملة زي العجينة طرطاشة مصمرية الهدف من الطرطاشة المصمرية او كلمة مصمرية اللي هي تكون مدببة على اساس آآ اللياسة او خلطة اللياسة ما تيجي عليها الجدار يقدر يشيل الخلطة عليها طبعا بتكون في حدود خمسة ملي صمك الطرطاشة بتاعتي كل المواصل اللي انتو شايفينها دي لازم تتقفل قبل الطرطاشة وبعد ما تتقفل قبل الطرطاشة تبدأ تطرتش وتبدأ طبعا تحط سلك الاول طبعا آآ زي ما قلنا حوار البؤج هو عمل العلب على البؤج الهدف من الموضوع ان ما تيجي توزن البؤج بتاع العلب بتاعة الكهرباء بتاعتك لازم بتكون المستوى بتاعها او الليفل بتاعها بيكون على نفس مستوى اللياسة لا لا البؤج العلبة تكون داخل الجوة ولا تكون طلعة آآ لبرة وطبعا هو هنا حاطت البؤجة حاطت عليها قطعة من السراميك طبعا انا هو احبز او الهدف من الموضوع قطعة من السراميك احسن ليه العجينة بتاعت البؤجة لو تعاملت كلها اسمنت فقط وتحطيت بيجي المليس ليس تمام ممكن ينسى البؤجة البؤجة دي بتبقى اسمنت بس وبالتالي آآ الخلطة بتاعت اللياسة بتكون اسمنت آآ ورمل ما تيجي تدهن بعد كده البؤجة دي بتكون نشفة بتكون صلدة بش نفس المادة بتاعت اللياسة فبالتالي تلاقي بعد ما تدهن بتلاقي بقع 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 مكان البؤج فالبؤج بتاعتك في الدهان هتبان فعشان كده لازم يقوم ما يكسرها لو هيعملها اسمنت بس او يحط اسراميك لاني بعد ما بيخلص اللياسة بتاعت الجدار قطعة الصرميك بتكون بينه قدامه قدام عينيه يقوم يكسرها ويبدأ آآ يليس فدي بعض المشاكل اللي بتواجهنا في آآ اللياسة اتمنى انكم تاخدوه بالكم منها ما تبخلوش علينا بالاشتراك في قناة تفعيل الجرف عشان نسيركم كل حلقاتنا ويومكم سعيد اشتركوا في القناة